تراجعت الأرباح المجمعة لقياديات القطاع العقاري بمصر بـ 29% بسبب التراجع الكبير في أرباح بالمهيلزا والتي جاءت بأكثر من 70% بسبب ارتفاع تكاليف النشاط هي التي هوت بأرباح الشركة بهذا العرض نستارد النتائج المجمعة لقياديات القطاع العقاري في مصر طبعا باستثناء شركتي بورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير التغير كان بقرابة 15.4% بالإيرادات بالنصف الأول 2016 إلى حدود 7 مليار و480 مقارنة بالنصف الأول والتي كانت عن 6 مليار و480 هذه هي عملية التوزيعات بالنسبة للإيرادات طلعت مصطفى 50% استحوذ على النسبة الأكبر بالمهيلز 29% وعمري جروب 13% سودك كانت بقرابة 8% إذا ما تبعنا تطور الإيرادات طبعا بالنسبة لبالمهيلز كانت هي الأكبر بتطور الإيرادات 45% عامري جروب 14% سودك 6% وطلعت مصطفى 5% أرباح القياديات بالنسبة للقطاع العقاري في مصر أيضا كان فيها تغير بقرابة 29% لكن بتراجع بالنسبة للنصف الأول 2016 عند 846 مليون جنيه مقارنة بمليار و184 مليون كانت حققتها بالنسبة الأول من العام الماضي أما تطور الأرباح فلاحظوا بالنسبة لعمري جروب كانت فيها تطور بارتفاة 28% طلعت مصطفى 18% وسودك الملفة هو أن الإيرادات نمت لبالمهيلز لكن هنا الأرباح متراجعة بقرابة 71% في المئة توزعت الأرباح بالنسبة لقياديات السوق العقاري في مصر كالتالي طلعت مصطفى قرابة 51% من توزيع الأرباح بالمهيلز 20% عامري جروب 10% وسودك قرابة 19% لكن أيضا القيمة المجمعة بالنسبة للمشاريع كان فيها ارتفاع بقرابة 3% بالنسبة للشركات المصرية بقرابة 39 مليار و500 مليون جنيه هذه المشاريع توزعت كالتالي على الشركات طلعت مصطفى كان نصيبها 54% بالمهيلز 20% سودك 19% وعامري جروب بقرابة 8% أيضا تابعنا توزيع الأصول لقياديات القطاع العقاري في مصر بالنسبة للنسبة الأول القيمة المجمعة للأصول للقطاع العقاري هي بقرابة 105 مليارات جنيه وكان فيه ارتفاع بهذه الأصول بلغت الثلاثة في المئة الأصول توزعت كالتالي أيضا طلعت مصطفى استحوذت على النسبة الأكبر من الأصول 58% بالمهيلز 19% سودك 17% وعامري جروب كان نصيبها من هذه الأصول بقرابة 6% في ألماء ترجمة نانسي قنقر